يقول الدكتور المنكر يظن الناس أن المنكر أمر ديني ليس إلا ولذا أغفلوا المنكرات الاجتماعية ولم يحذروا من منكر التفاخر بالأنساب والتكاثر بالأحساب والغلو بالمداهب والمحابات في الحقوق والمناصب والكراهية والاحتقار والتصنيف وسوء الظن والغش وغيرها كل تلك منكرات لا تنكر وبعضها يشكر ويذكر هذه اللي حين نتحدثنا عنها ثقافة الجماعة ثقافة الناس يعني مثلا دائما عندنا مصطلح المنكر هو ما يتعلق بالدين لكن السلوك أو التصرف أو ارتكاب المحذور الاجتماعي ممدوه فأنا عندما يتحدث واحد مثلا عن نسبه وحسبه ويفاخر به أمام الناس هذا في طبيعة الحال أدبيا منكر لكنه يرى مدح لنفسه وذاته عندما يقوم الناس أو جماعات على سؤال في الآخرين يقولون هذا تراك كذا وهذا كذا أنا يمكن أنني كتبت هذا قديما ما أدري مثلا يوم كان مثلا يعني تعرف ما كان سائدا من بعض الذين يأمرون بالمعروف وهم يتجسسون ويسوء الظن وكذا ويظنون أنهم يقومون بمعروف أنا كنت هذا أوحي بها بأن هذا الذي تفعلونه مونكر أسلا حتى وإن وضعته تحت اسم المعروف لأن التجسس ممنوع سوء الظن ممنوع دينيا ممنوع اجتماعيا ممنوع المال تكاثر بالمال ونحن نشأت عندنا مثلا ثروات لأفراد ما كانوا أهل ثروة وما كان لهم حتى والحمد لله كاثر المال عندهم فالمال غير من طبائعه وغير من أيضا سلوكه أيضا هذا منكر لما تنفق مالك في غير ما يجب أن ينفق في المال هذا منكر وفي الشرع يوخل على يده إذا كان يوصل لمرحلة التبذير غير مشروع مثلا في المال حتى ولو كان ماله مثلا أيضا التفاخر بين الناس الرسول نهى عن التفاخر ونهى أن ابنه مراعة تأكل الثريدة في مكة إلى آخرها ففيه نوع من التواضع لما تجي من الناس يمكن لك نسب يمكن لك حسب يمكن لك وتضع نفسك عليهم وترز خشمك على ما قالوا عليهم أيضا هذا منكر منكر اجتماعي وحتى منكر ديني هل تسميها عصبية ولا عنصرية؟ لا عصبية ولا عنصرية هذه سلوك سلوك أفراد ما أظن كل المجتمعي التي أشرتوا إليها في التغريدة يفعلوها لكن هناك مجتمع هذا من موضوع التفاخر بالحساب ايه التفاخر بالحساب والأنساب هذا من بحث عن أخلاقيات مثالية للإنسان أو للمجتمع النظيف المجتمع الطيب المجتمع المتصالح مع نفسه المجتمع الذي يريد التلاهم مجتمع السلم الاجتماعي الذي لا يريد أن يشتت أو يفرق هذه قيم وهي سلوكيات ما أشرتنا هنا إليه في الواقع أنها سلوكيات أتمنى أنها تكون هي محذور منها ومقبول منها لأن بعضها محذور وبعضها مقبول القضية هنا ما الفرق بين المنكر الديني والمنكر الاجتماعي لو كل منا مثلاً تنبه للمنكرات الاجتماعية ونظر إليها نظرة المنكر الديني يمكن يصلحها للمجتمع أحسن وأفضل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر